الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين مشاهدي الأماجد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بكم في صحبة القرآن ومع القرآن في هذه القناة الطاهرة المباركة سأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه نصيب اللهم أخلصنا لك يا أرحم الراحل أيها المشاهد الكريم ونحن بينادي سورة يوزف أحب أن أنوها إلى أمور وهو أن الشر قديم الشر في الناس قديم الإنسان هو الإنسان قوى الشر ما يعرض له وما يقع فيه وما يكون منه فيه تشابه كبير لذلك ضرب القرآن المثل وجعله أمرا سيريا في الناس لأنه يتكرر وبينا لنا من أحوال النساء مع أزواجهن ومع عوائلهن وأهلهن ما يجعلنا نفهم طبيعة المرأة طبيعة المرأة إن كانت في مجتمع صالح وطبيعة المرأة إن كانت في مجتمع غير صالح انظر مثلا إلى امرأة نوح لماذا خانته هي وامرأة لوط الخيانة هنا ليست في العرض وإنما الخيانة في الدين وفي الأمانة وفي الدعوة وفي المذهب والطريقة لماذا خانت أمرأة نوح نوح عليه السلام خانته رغم دعوته لقومه ألف سنة إلا خمسين عاما إنه المجتمع الذي تربت فيه وقامت فيه وسيطرت عليه الوثنية وعبادة غير الله تبارك وتعالى كل هذا لم يقتلع الشركة منها وآثرت أن تكون مع قومها ضد نوح ودعوته كذلك في مجتمع لوط امرأة لوط لماذا كانت تعمل على حربه ومعاونة قومه عليه إنها العادات الدنسة والأخلاق الرضية التي جعلتهم يبتدعون ويخترعون نوعاً من الجرم والفواحش لم تعرفه البشرية مجتمع ساد فيه الانحلال كأبشع ما يكون والانحطاط كأشد ما يكون هذا المجتمع كما قلت لم يسبقهم في هذه الفاحشة التي اخترعوها أحد من العالمين حتى تسجلبوا عزاب الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعرون وجعل الله عز وجل قريتهم عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضوب هذا المجتمع إذن لم تستطع امرأة لوط أن تنخلع منه وهو المتفوق في كل نزيلة فلذلك وقعت في الخيانة ووقعت في الخطيئة خطيئة عدم الإيمان وخطيئة عدم التقوى ومساندة زوجها هنا في مثال آخر أتى به القرآن في سورة يوسف امرأة العزيز المثال أوضح والسورة أعظم وأكثر تفصيل أكثر تفصيلا وبيانا ونحن قد ذكرنا فيما سبق من حديث هذه المرأة أن زوجها وهو عزيز مصر بمثابة وزير أو رئيس الوزراء في مصر أوصاها بيوسف خيرا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكريم مثواه أسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض الرجل هنا يبدو عليه الطيبة والغفلة ويبدو عليه كذلك استزاجة بعض الشيء فهو لم يحتط لما سيأتي به الزمان يوسف سيبلغ ويشتد ويكبر في بيته ومع امرأته وحريمه فكيف يترك هكذا لا شك أن هذا نوع من أنواع التفريط واللا مبالا ولذلك كان ما كان إذن هذه المرأة استغلت هذا الموقف شر استغلال كما حكى ذلك القرآن عنها وقفنا أيها السادة الأحبة الفضلاء في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فيوسف الآن في بيت العزيز قد نمى وتراعرع وكبر نمى جسده ونمى علمه وازدادت بصيرته ولا يتصورن أحد أن الله عز وجل لما قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما أنه لم يكن له قبل ذلك لم يكن له قبل ذلك حكمة ولا علم لا إنما كان له من الحكمة والعلم لكنه لم استوى ولما اكتمل بدنه واكتملت قواه اكتملت فيه كذلك الحكمة واكتمل فيه العلم إذن فالإحسان الذي كان معه والعمل بالعلم السابق الذي كان معه وضبط الأمور الذي كان ديدنه ازداد بعد بلوغ الأشد بعد الاكتمال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قلنا الحكم هو ضبط الأمور وحسن سياستها وضع الأمور في النصابها لأن مادة الحكمة تشير تشير إلى الضبط والإحكام كما يقال حكمة البعير التي تضبط سيره فيسمى الحكيم حكيما لأنه يضبط أفعاله وأقواله كذلك يحسن التصرف في الأمور قلت أيها الأحبام إن الحكمة فصرها بعض العلماء هنا والعلم بالنبوة ولكن هذا بعيد لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الحكمة تزداد معه والعلم يزداد معه بسبب إحسانه فلو قلنا أن الحكمة هنا النبوة لتواهى من متوهم أنه بالإحسان والاجتهاد في العبادة والمبالغة في يعني التقرب للتبارك وتعالى يستطيع أن يصل إلى النبوة وهذا بعيد فالنبوة لا تنال بالاكتساب النبوة لا تنال بالاكتساب فيكون المعنى الأدق في الحكمة هنا هو وضع الأمور وحسن التصرف وضع الأمور في مواضعها والحكم على الأشياء حكما مضبوطا ليس فيه نوأ من أنواع التعاور وليس فيه نوأ من أنواع الضعف أو الخبر حاشا لله أتنه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الإحسان أيها الأحباب مكافأته كما قلنا العلم إن الإنسان الذي يعمل بعلمه والذي يضبط أفعاله على مراد الشارع هذا يزيده الله تبارك وتعالى علما وفهما من عمل بما علم أو رصه الله علم ما لم يعلم وكذلك نجزي المحسنين إذن الإحسان الذي هو مراقبة الله وأن تعبد الله كأنك تراه هذا هو الثمر العظمى من العلم وهو أحكم الحكمة فلا يتصور أبدا أن إنسانا يجصف بالحكمة وهو لا يعرف ربه أو لا يعرف طريق ربه كما يقولون عن الفلاسفة الحكماء كيف يسمون هؤلين حكماء وهم لم يهتدوا بنور العلم الفلاسفة من أكثر الناس زيغا وربما زندقة وإلحادا إلا أن نعم الله عز وجل عليه بالإسلام وحتى من دخل في الإسلام فإن الحكمة أو الفلسفة فإنها تشوبه وتنقص معرفته بربه تبارك وتعالى إذن أيها الأحباب نستطيع أن نقول إن الإحسان الذي هو اليقين والمراقبة لله تبارك وتعالى يكون ثمرة للعلم الصحيح فالحكماء هم الأولياء هم المقربون هم المخلصون لله تبارك وتعالى هذا هو الضبط وهذا هو وضع الشيء في النصابه لهذه الحكمة الحقة إذن وكذلك نجد المحسنين بيان بيان لثمرة من أحسن أنه يرسل العلم والحكمة وقد قلت سابقا أن عالم المسلمين إذا ارتحل إلى بلد أجنبي فإنه سرعان ما تفوق عليهم ويبلغ بعلمه ما لا يبلغونه مع أنهم معهم في درس واحد وفي فصل واحد وتعلمه على أستاذ واحد لكن ما معهم من مراقبة وإيمان وإحسان يفتح له به أبواب من العلم ليست لزملائه وليست لمن هم معه في نفس الفصل الدراسي إذن الإحسان والمراقبة من أعظم ما يرزق به الإنسان فيتعلم في الوقت القليل أشياء كثيرة ويفتح له علم ما لم يعلم ويزيده الله تبارك وتعالى من فضله كذلك أنبه أن ذكر الحكمة والعلم ليوسف عليه السلام في هذه الآية الثانية والعشرين يأتي بعدها حديث المراودة مراودة المرأة ليوسف عليه السلام ولعل من حسن النظم وكذلك الرفق بنا الله عز وجل رفيق بعباده ولطيف بعباده فقبل أن نذكر حديث المراودة وما كان من المرأة أراد أن يحسننا نحن أن يعطينا مناعة فكرية ومناعة إيمانية حتى لنظن في يوسف في يوسف عليه السلام غير الحق كيف أعطانا الله عز وجل المناعة كيف حصننا الله تبارك وتعالى أعطانا هذه المناعة بذكري هذا الحكمة وهذا العلم قبل حديث المراودة يعني بيقول لك إيه بيقول لك خلي بالك إلا هنتكلم عليه ده وسيحدث معه هذا الابتلاء وهذا الاختبار إياك أن تظن فيه السوء لماذا؟ لأني شهدت له بالحكمة والعلم والإحسان تأمل هذا ليس يعني كأي ناس أو كأي إنسان إنما هو إنسان مختص بالحكمة والعلم والإحسان إنسان له إخلاص ومراقبة فإياك أن يقع في نفسك شيء أن تتواهم وهم فيه عليه السلام إذن الثناء على يوسف بالحكمة والعلم قبل حديث المراودة إنما هو إبعاد الشبهة عن يوسف بل هي رحمة بنا حتى لا نظن في يوسف غير الحق بل نظن فيه كل طيب وكل نزاهة وكل طهر تأمل ذلك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت عيت لك قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون المراودة بمعنى الاستمالة بلطف وتكرارها وراودته المفاعلة هنا تفيد أن هذا الشيء قد تكرر منها وراودته إذن القرآن يبدأ هنا الكلام عن نوع من نوع الابتلاء ما ابتل لي يوسف عليه السلام إلا وكان ابتلاؤه سببا لصعوده معلوه وارتفاعه ابتلي بالإبعاد عن أبيه فأكرمه الله عز وجل بحديث في نفسه في البئر وطمأنة من الله تبارك وتعالى أنه سيحدثهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وسيأتي اليوم الذي يكون له فيه العلو عليهم ابتلي كذلك بأشياء عديدة وما كان من ثمراتها إلا علو يزداد مع الأيام هنا علو آخر ابتلاء آخر ابتلاء بالشهوة ابتلاء وهو في عنثون الشباب وفي أعز ما يكون من الفتوة والرجولة والقوة إنه ابتلاء في هذا الجانب الشخصي الجانب الإنساني الجانب الغريزي مع من مع من تعد سيدته ولكنها ليست بسيدته فهو نبي وأكرم منها لكن في ظاهر الأحكام هي صاحبة البيت صاحبة السلطان ولها شخصية تنراها قوية متسلطة هي صاحبة مال وسلطان وجاه صاحبة أمر وناهي لا يكسر أمرها ولا يرد طلبها هي السيدة في هذا المكان قولها في المنزل هو الفصل ولا يستطيع زوجها أن يرد طلبها بل إني ألمح أن زوجها كان يسعى في استرضائها دائما فهو لما فرح بيوسف عليه السلام قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إنه يريد إرضاءها من جانب هي تحتاجه أن يكون لها ولد وكذلك يشبه حاجة في نفسه ترى هذه المرأة الآن وهي التي تراود يوسف عليه السلام هي التي تطلب هي التي ترغب بل وتلح في الطلب وراودته والمراودة كما قلنا هي استمالة وطلب برفق وليم ليس فيه صراحة ودما تستطيع من تحت هذه الكلمات أن تفهم معاني ومواقف فالمرأة الآن تريد أن تكتسب يوسف وأن تحرك غرائزه وتشعل النار في شهواته بطريق لطيف وهي التي تعرض نفسها طارة بملابس طارة بالكلام طارة بغناء طارة بأفعال والضحكات المهم أنها تدخل عليه من كل الباب ممكن أن يستمل به الإنسان وراودته ويأتي القرآن هنا بالمفاعلة مع أنها جاءت من جانب واحد وغالب المفاعلة تأتي من جانبين يعني هي راودته وراودها لكن هنا جاءت من جانب واحد لتفيد المبالغة راودته على وزن فاعلته يعني أكثرت وكررت وطلبت وألحت ليس بلسانها الآن ولكن بأفعالها وأحوالها راودته التي هو في بيتها هي اسمها زليخة أو زليخة كذلك بعض العلماء بيضبطها طيب ما أنشل اسمها ليه استهجانا ما تستحقش في هذا الوقت الذي تغلي فيها مراجل الشهوة ويغلب فيه يعني النزوة على عقلها تفقد عقلها هذا ولدك أنت التي ربيتيه وهذا ينبغي أن تربيه عن العفاف لا أن تكون أنت مدنسة لشرفه معلمة له السوء والفحشاء وكذلك أنت صاحبة البيت كيف تسقطين هذه السقطة وأنت التي تراود فتاك عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إنها هي التي تسعى وهي التي تطلب لا دين لا أصل لا خلق لا أدب ترون لماذا سيأتي حديثنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا راشدين هادينا مهديين إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر